موسيقى أهلا بكم إلى لقاء خاص يجمعنا والاسم الكبير في عالم المال والأعمال والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طلال أبو غزالة دكتور طلال أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا على هذه الفرصة سعادتي أكبر دكتور طلال أنت من أكثر الناس تفاؤلا حولت المحنة إلى منحة وخاصة محنة اللجوء ماذا تقول عن محنة اللجوء في سن العاشرة؟ أنا الأسبوع الماضي كنت في مخيم الزعتري زرت أبنائي وبناتي في المخيم وتكلمت لهم وفي مدارسهم وصففهم وقلت لهم الله منعم عليكم أنا لم أجد مدرسة بهذا الجمال تستضيفني في المخيم لم يكن عندي فرصة إطلاقا لأن أتمتع بما تتمتعوا به وأنا لا أحسدكم بل أشفق عليكم يريدكم عانيتم مثل ما أنا عانيت العنا منعمة والعنا فرصة للإبداع والتفوق والنجاح من شباب وأجيال اللجوء إلى شباب الوفرة كيف نخلق التحدي لدى شباب الوفرة حتى يكون لديهم الحافز ليكونوا أفضل من أجيال والديهم أنا أقول أن التحدي واحد لكل البشر أنا أول تعرفي على الإنترنت كان من خمسين سنة عندما كانت لسه مشروع المكان الوحيد الذي يحقق الديمقراطية الكاملة كل من يتصل عبر الإنترنت هو متساوي ابن أهم رئيس جمهورية أمريكا في الدنيا وأصغر طفل في أي مخيم وللعلم الأطفال في المخيمات نسبة ثقافتهم الرقمية أعلى من نسبة الأطفال في المدن الكبرى بالفعل وترى حضرتك دكتور طلال أن المنطقة التي يراها الكثير من الشباب العربي منطقة منفرة هي منطقة جاذبة للقوة التي اسمح لي أن أقول عنها القوة الاستعمارية يعني بالمفهوم السابق تجد في منطقتنا منطقة جذابة جدا في حين يراها الشباب منطقة منفرة رأيك في هذا المجال ليس هناك دولة في العالم لا تريد أن يكون لها موطئ قتم في هذه المنطقة ليه؟ إذا كانت هذه المنطقة هي عظمة ما في عليها أي لحم لماذا يسعى كل الدنيا إليها؟ المنطق الصحيح أن هذه المنطقة بحكم التاريخ والجغرافيا هي منطقة واعدة في المستقبل أكثر من أي منطقة أخرى في العالم أول راتب في حياتك؟ أول راتب أخدته كان أول جائزة أخدتها في تأليف قصة عنوانها الصدى العين كان يتردد في ذهني دائما أن فلسطين لن تعود ولكن فجأة صحيت بأنها ستعود قبضت عن هذا 500 جنيه مصري لم أعرف كيف أصرفها أعطيتها لأهلي عملوا اشتروا فيها تلاجل للبيت واشتروا غسالة للغسيل وما كانش عندنا كل الأشياء هذه مدام حضرتك حكيت لنا عن أول راتب بيهمني كثير أعرف آخر راتب حصلت عليه امتى يعني؟ راتب شهر في معي مصرح حضرنا على راتب شهر ما بقبطش راتب أنا في مؤسستي يعني عندي مسحوبات مقررة لا يجوز أن أتعداها طعم وإذا تعديتها تخصم مني في الشهر القادم ما عندي دفتر شكات ما عندي حساب في البنك على الرغم من كونك من أشد الناجحين في العالم العربي وأكثرهم هل يائست يوما؟ أنا عندي آلة داخلية بتقول لي نام لتنسى المشكلة وأصحى تاني يوم الصبح إنسان جديد في كل ساعاتي وكل تفاؤلي والتحدي نعمة فرصة أنا بيجوني زملائي في المكتب بقولوا عندنا مشكلة بقولوا عظيم يا هلا يعطيني هل قبر المفرح بقول لي لأ معلمي في مشكلة بقولوا ما هي المشكلة فرحة معناته هناك شيء أنتصر عليه في أحلى من الانتصار إذا عندي مشكلة معناته هاي فرصة لي أن أنجح دكتور طلال وأنت نصير المرأة والعديد من متابعاتي على السوشال ميديا مهتمين جدا بمقابلتك احكي لنا عن دور المرأة في حياتك حابة أغوص في حياتك الشخصية الخاصة قل لي عن دور الأم الزوجة الحبيبة الإبنة والصديقة ودورهم في حياة طلال أبو غزانة أنا أحب المرأة والحب أقوى سلاح في الدنيا والحب أكبر مرض معدي لا يمكن أن أحبك وتكرهيني هناك مؤلفة كاتبة كتبت قصتي للأطفال وبلغة الأطفال وأسمتها لشو تحب تسمي القصة قلت لهم طلال أبن أديبة والآن قرر وزير التعليم والتربية في الأردن وفي دول أخرى أن تدرس في المدارس كقصة أمي كانت لي علاقة غرام معها غير عادية بالنسبة للزواج أنا اليوم في عيدي زواجي الأربعة وخمسين سنة ما شاء الله العمر كله يا سيدي نفس الشيء علاقتي مع بناتي في المؤسسة الرجل التاني في المؤسسة هو امرأة يعني نائب رئيس المجموعة هو سيدة أيضا هي تنوب عني في كل شيء يمكن حضرتك سبقتني بالكلام وحكيت أنه نائبة رئيس المجموعة هي سيدة في دلالة على اهتمامك بالمرأة في المجموعة نسبة إسهام المرأة في مجموعة طلال أبو غزالة أكثر من ستين بالمئة من أفراد المجموعة سيدات هل ترى تحديات إبداع المرأة داخلية أم خارجية هل المرأة هي من يضع الصقف لطموحها أم المجتمع هو من يقنعها المرأة أنا أتألم عندما تلتقي السيدات ويتكلموا عن تمكين المرأة وأنه على الرجل أن يعطيها الفرصة لماذا على الرجل؟ المرأة أفضل من الرجل أفضل من الرجل لأنها أكثر قدرة على احتمال الألم والوجع في وجع أكثر من الولادة المرأة أكثر صدقا وعاطفية وإخلاصا من الرجل ما هي مفاتيح ألف باء تكوين الثروة؟ الشباب العربي أقول لهم أنا أفقر الناس في موضوع الثروة أنا ثروتي إسمي وثروتي محبة الناس إلي والله لم يكن في حياتي عندي حلم وما زال ليس في أملي أن أصبح رجل عنده ثروة ما عندي ثروة أصلا ما عندي ثروة أنا لا أملك ثروة أنا عندي مؤسسة لها اسم ولها سمعة ولها قدرات هي ثروتي إنما في ظل الأزمات التي تعيشها المنطقة يحق لصغار المستثمرين وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يتساءلوا ماذا يفعلون في هذا التوقيت؟ أنا أريد أن أسمع من شخص تضرر من استثمار في هذه المنطقة إحنا الكلام الإعلامي الذي يجره ويسوقه العدو وأنا ما عندي عدو إلا إسرائيل أغلب الناس ينطلق من هدف أنا أريد أن أنجح أنا أريد أن أصل إلى منصب أن يكون عندي ثروة هذا مش رسالة كانت رسالتي عندما كان عمري عشر سنين وأسير على الطريق أربع ساعات كل يوم ما هي رسالتي في الحياة؟ كان قرار واحد أن أكون متفوقا على عدوي فلما أشتغل 18 أو 20 ساعة باليوم أحس بإني أنا عم بأدي واجب لأني أنا في نضال أعلم أن لمجموعة طلال أبو غزالة ارتباطات كبيرة بمجموعة ترامب ولكن هذا ما يمنعنا من السؤال في ظل المراهقة السياسية التي يعيشها العالم من خلال قرارات غريبة للرئيس ترامب في الإدارة الأمريكية والرئاسة الأمريكية هل هناك مجال لأن يعيش العالم في استقرار في ظل هذه القرارات الاقتصادية مثل قانون الدرائب مثلا الذي فرض قبل أيام؟ أولا موضوع حساس كثير هذا أنا أشكرك على إتاحة الفرصة قرار ترامب قرار ولكنه ليس إلزامي ولن يطبق لا يملك رئيس جمهورية أمريكا قرار التصرف في القرارات التجارية الدستور الأمريكي يقول صلاحية الاتفاقيات التجارية هي من اختصاص الكونغرس حتى لو وافق الكونغرس على قراره لا يسري هذا القرار لأن هناك منظمة التجارة العالمية التي أنشأتها أمريكا وصاغط نظامها واتفاقياتها لن تسمح له بهذه المخالفة إحنا العرب مساكين نفترض أنه تفاوض مع الخصم هو بأنه أقنعه ويحبني ويرجوك لا مع الخصم ما بمشيش هذا الكلام بمشي شو عندك أوراق تفاوض فهو يستعمل هذه الفرقة ليفرض شيء آخر ترامب هو شخص أحترمه وأجله من سبعة مليار بني آدم هذا رأيه الشخصي لا يحكم ولا يقرر مصيري أنا مالك البلد أنا صاحب القرار هذا رأيه شخصي حر فيه ولكنه لا يملك ولا يستطيع أن يعطي ولا يجوز أن نحول القضية تماما كما تفضلتي إلا أن القضية وين السفارة هون والله هون ما كل فلسطين محتلة بالنسبة لي أنا لم يتغير شيء كل فلسطين هي فلسطين من النهر إلى البحر دكتور طلال مثل ما حكيت لحضرتك البرنامج يتابعه العديد من المشاهدين من المحيط إلى الخليج ولكن عبر السوشال ميديا هناك سؤال وردني من الكثير من الشباب الأردني واسمح لي أن أقرأ من الورقة بوجود حضرتك لا يمكن إلا أن أسألك عن الاقتصاد الأردني وهل هناك لديك أمل أو خطة للخروج من عنق الزجاجة الذي يراه كثير من الشباب الأردني عنق الزجاجة عم يديء كل ماله ما عم نحس أنه عم نقدر نطلع منه أنا موافق هذا سؤال وأنا قلت هالكلام في مقابلة إعلامية واضحة وقلت لجلالة الملك أن الحل واحد ما إلو اثنين وهو أن يتحول المجتمع الأردني ليصبح مجتمع منتج مجتمع معرفة فنلندا نفس سكان الأردن عددا فنلندا نفس ظروف الأردن اقتصاديا ناتجها القومي 180 مليار ناتجنا القومي في الأردن 40 يجب أن يكون 180 لأن الفنلندي ليست أحسن من الأردني ورئاسة فنلندا ليست أفضل من سيدنا جلالة الملك إذا تحول الأردن إلى مجتمع معرفي كالفنلندي لن نحتاج إلى قروض لن يكون عندنا عاجز في الموازنة لن يكون عندنا بطالة لن يكون عندنا أي مظاهرات نحن أنشأنا في الأردن ما اسمه ملطقة طلال أبو غزال المعرف وهدفه واحد هو تحويل الأردن ليصبح عام 2040 كفنلندا نحن الآن نمر بالوقت الذي يختار فيه الشباب تخصصهم الجامعي إذا فيه شاب هلأ عم يتفرج علينا في الكاميرا وعم يقول شو بدي أختار تخصص بشو تنصحه والله هاي أحلى سؤال لأنه أتمنى إن كنت إنك تسألي إحنا أنشأنا الآن أول جامعة من نوعها في الدنيا اسمها كلية طلال أبو غزالة الجامعية للإبداع الهدف هي تخريج مخترعين لا نخرج واحد حامل شهادة التخصص التخصص هو الاختراع لن يتخرج أي طالب من هذه الجامعة إلا إذا اخترع اختراعا معرفيا مثل جوجل مثل فيسبوك أقول معرفيا جوجل قيمتها الحالية 850 مليار يا شباب يا أحفاد أحفادي أرجوكم لا تنتظروا منحة من دولة ولا تنتظروا منحة من شركة ولا دعم من أي إنسان كل من أبدع لم يدعمه أحد في سؤال طرحته علي كتير من السيدات المتابعات من زوجات رجال الأعمال كما تعلم الشركات العائلية الاقتصادية تبدأ بفكرة جميلة وتطبيق أجمل تزدهر وتنتشر في الجيل الثاني ثم يأتي الجيل الثالث فتبدأ الصراعات والمشاكل الأبناء البنات الزوجات السلفات الأحفاد والمشاكل تبدأ ويبدأ الصراع على الثروة رأيك أغلب المشاكل للأمانة لا تأتي من الزوجات وزوجات الأبناء بل من الأبناء نفسهم والتنافس بينهم وهذا شيء طبيعي نحن ننصح الشركات أن تفصلي بين الملكية وبين الإدارة العائلة تملك ولكن لا تدير الإدارة يجب تكون منفصلة وإذا في واحد من العائلة بالإدارة بيأخذ راتب مثل مثيله في الوظيفة دكتور طلال إذا بتحب توجه رسالة للسيدات التي يتعبعنا عبر برنامجنا على وسائل التواصل الاجتماعي تفضل كاميرا معك أنا أقول لكل السيدات وكلهن جميلات ما في واحد ست من جميلة لأن الجمال إذا لم يكن في الوجه يكون في القوام إذا مش في القوام في الأخلاق إذا مش في الأخلاق في أسلوب التعامل إذا مش في أسلوب تعالم في أسلوب الأناقة ليس هناك امرأة من جميلة كله كنا جميلات وكله كنا أحبكم وأنا أقول أنا الحب معدي وبالتالي أحب أن تحبوني وأنا حصلت على درق من اتحاد النساء العرب للداعم الأول للسيدات المرأة أفضل من الرجل وأحبها أكثر من الرجل شكراً شكراً جزيلاً دكتور طلال لهذه المقابلة وأتمنى أن يسعدني الحظ وألقاك في مرات لاحقة وأنتم مشاهدين سعيدة جداً بأن استمتعتم معنا بمقابلة الدكتور طلال أبو غزالي في لقاءنا الخاص وأراكم أنا في الأسبوع المقبل اشتركوا في القناة